أبتدأ أخبارنا قبل أن أروح للأخبار عايز أتكلم عن منتخب مصر كرة السلة منتخب مصر كرة السلة خلاص يعني اختتم مشواره في المنديال العالمي طبعا كان عنده فرصة كبيرة أن يتأهل الأنبياد من هناك ولكن تأهلت جنوب السودان خلينا أحكي لحضراتكم بالضبط الوضع بيكون إزاي في كرة السلة بيبقى طبعا التأهل لكأس العالم من خلال بعض النوافذ أو الويندوز اللي بتتلاب على مدار سنة ونص أو سنتين منتخب مصر نجح باقتدار أن يتأهل على حساب منتخب السنغال أقوى المنافسين لنا في المجموعة وتأهل لكأس العالم ووصل لكأس العالم والحقيقة استطاع أن يفوز يعني في مبارايتين في مباراة المكسيك ومباراة الأردن ولبنان كمان استطاع أن يفوز في المباريات دي وكان منافس شرس لمنتخب جنوب السودان منتخب جامل السودان الحقيقة تجربة تدرس يعني من دولة ليس لها أي تاريخ في كرة السلة تحديدا في دولة في 3-4 سنين بتعمل تحول كبير جدا ورهيب من خلال لعب ليهم كان في الان بي كان اسمه لوال لعب الان بي وكان نجم كبير في الان بي رجع بلده تاني وترقص اتحاد بلده وعمل منتخب قوي وبدأ يصرف عليه كنت أعرف أنه كمان بيصرف عليه من ماله الخاص الحقيقة ووقف منتخب السودان على رجله واستطاع منتخب السودان أنه يتأهل إلى أولمبيات بريس القدمة طب التأهل بيكون إزاي؟ بيبقى فيه خمس فرق بيرلعبوا في كأس العالم من أفريقيا الخمس فرق كانوا مصر جنوب السودان كوديفوار أنجولا وفريق خامس يعني الكبر دراس الأخضر الخمس دول دول تأهلوا الكأس العالم بعدما تأهلوا الكأس العالم أحسن ترتيب أو أحسن فرق أفريقية ترتيب في الخمسة هي اللي بتتأهل الأمبيات مباشرة ليه؟ عشان هم مش عايزين نعملوا تصفيات لمخصوصة لأن اللي بيتأهل أول أفريقيا لأن الأمبيات بيبقى 12 فرق فقط كأس العالم بيكون يعني حاجة و 30 فرق ولكن بنتكلم في الأمبيات فالكوتا بتاعت أفريقيا أول أفريقيا أو فرقة واحدة فقط فالتأهل الأمبيات بيكون صعب جدا جنوب السودان كان وصل في النهاية أن جنوب السودان عندها مطش مع أنجولا وإحنا تقريبا متسويين وإحنا عندنا مطش مع نيوزلندا الحقيقة منتخب جنوب السودان فاز على أنجولا فرق كبير جدا وإحنا الحقيقة خسرنا نيوزلندا فرق باسكت بس كنا الآخر مباراة كنا بنقاط البشرف عشان نتأهل الأمبيات ولكن لم يحالفنا الحظ نعم للتأهل مباشرة ولكن عندنا فرصة أي نعم صعبة لأنه بيعملوا ملحق تاني أو تصفيات الأمبيات بياخدوا أفضل فرق يعني كان لها فرصة تتأهل من ضمنها طبعا حيكون مصر ولكن للأسف أنت تصفي مع فرق جمدة جدا من أوروبا أوروبا أنتوا عارفين حضراتكم برضو في فرق كتير ما تأهلتش وفرق قوية جدا طلعت من المجموعات يعني مصر تخش معها في منافسة أنها تتأهل الأمبيات وبياخدوا تقريبا أربع فرق على ما أتذكر ولكن الموضوع بيكون صعب جدا أصعب كتير من أنت كنت تتأهل مباشرة من كأس العالم ولكن لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس فإذا المنتخب مصر يعني وشفنا تصريحات كتيرا أن المنتخب مصر يلعب على الأمل ده وإن شاء الله يوفق فيه ترجمة نانسي قنقر